السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وحبا بيك ديرين بخير لابس عليكم مرحبا بكم دائما في قناتي اللي هي عالم نوى الأم مجد اليوم إن شاء الله كما تلاحظوا فيديو جديد اللي غدي نحضر معكم واحد الحريشات كي يأتي ورائعين هشاش وبمكونات اللي هما بسيطة عفوا يعني كي شبهوا الحريشات الزنقة وهذا أحسن فابقوا معنا بشتعرفوا على الطريقة وأيضا المكونات فبالنسبة للمكونات أو المكونات اللي غدي نحتاجه هنا عندي 500 جرام ديسميدة رقيقة اللي كان صيبو بها الحرشة واللي كان وجدو بها البغرير وأيضا كان صيبو بها البسبوسة غدي نضيف عليهم واحد جمع القديل الفورس أو الدقيق الأبيض اللي غدي نغرب له جمع القديل كبار ملوئين زائد خنيشة دي الخميرة الحلوة يعني نقدروا نديروا 7 جرام أو 8 جرام لديكم الاختيار هنا يدير تقني 8 جرام وغدي نغرب لول كل فوق هذيك السميدة مهم هنا أنا كنخدمه تنعطيكم المقادر من بعد غدي نضيف راس دي المعلقة دي الخميرة دي الخبز أو خميرة حبيبات غير بحالة دير رويز دي المعلقة أو ربع المعلقة صغيرة وغدي نضيف واحد تقريبا جمعة القنص حتى الثلاثة كبار دي الحليب نيدو أو حليب غبرة عندكم يعني كيضيف واحد للدل هذي الحريشات كيجيولداد بزاف وغدي نخلطه هذي نواشيف كاملين جيدا حتى كي يتجانسه فبالنسبة للحليب نيدو اللي ما متوفرش عنده رغي يستعمل يعني فاشغي بغي يجمع هذي المكونات رغي يستعمل الحليب العادي ولي عنده نيدو رغي يجمعه مغير بالماء هنا من بعد ما خلطنا هذي العناتر كاملين غدي نضيف عليهم واحد نصف كأس دل العنبة دل الزيت زيت المائدة كما كتلاحظو غدي نبس بس به هذ هذي الخالط يعني غلي غلي بس السميدة كاملة غلي بس هذي الزيت وهذي ره مهمة يعني طريقة سهلة وغير تبعت هذي المراحيل أصدق لكم هذي الحريشات سيخرج لكم ناجحين مية في المياه من أول تجربة وبخصوص المبتدئات يعني لا تبعتوا هذي الطريقة رغي غير غير تخرج لكم نتيجة رائعة في الأخير من بعد غادي نضيف وهذا هو المكون اللي قلت لكم إذا أضفتوه غادي نضيف هذي الحريشة ديالكم وهو هذي القشور ديال برتقالة اللي حكيناها يعني ناخد الليمون الكبيرة أو برتقالة غادي نحكوها نحكو غير ناخد غير القشور ديال نحكوهم كما لاحظتو وتعطي واحد نكه واحد نسمة لهذا الحريشة رائعة وغادي نضيف معلقة كبيرة للعسل فنقدر نعود العسل بمعلقة ديال سكر سينيدة كن ديال العسل لأنه يعطي واحد اللون رائع لهذا الحريشة كي يجو مذهبين وإحتاد القشور ديال ال برتقال كي يعطي تلون والرائحة منكس بذور طيب فيهم وعندما يبقى واحد الرائحة لليمون في الدار زوين أتمنى أنكم تجربون مهم هنا نجمع هذه المكونات كاملين بالماء غير من الصنبور يعني ماشي سخون وماشي عادي غير من الصنبور كنعجن به كما تلاحظون أني كنخلط غير بالأصابيع ديالي ماشي بإيد سريع الفيديو لنجمع تجربة طريقة سهلة 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 نضيف الماء تدريجيا لا يجب خالط سائل و لا يجب قاسح سهلة 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 تقريبا شخص قوام تقريبا جوش قوس العنب لا يجب تقريبا كاس ونص الماء مهم على حساب السميدة يجب السميدة لما لا يجب اشتركوا في القناة 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 امتلك في القناة لا يحتاجه ستقوم باستخدام خلق مصر قليل من السميدة ستقوم بقناة الوقت ستقوم باستخدام ستقوم باستخدام نشكل في كورات شوية يكون الحجم دينام شوية كبير مهم بالنسبة للحجم رانتوما بغتو تديرها وحدة كبيرة بغتو تديرها يعني بحالي انا يا كاك حريشة صغار غادي نندهن المقلة اللي غادي نطيب بها بقليل من الزيت و غادي نرشها بشوية يعني ما غاديش ندير قعنها ينزب دغير شوية الزيت و الرشها بقليل من سميدة يعني هدا اختيار إلا كانت المقلة ديالك و ما كتلسقش فلا داعنا ننضيرو دك سميدة أنا عاد نديرها غير في الأول من بعد ما أبقاش ندير يعني أنا عاد ندير شوية الزيت صاف ما أبقاش نرش بشوية السميدة أنا اخديت هذا المول الدائري اللي غادي يساعدني باش يشكلني يجيني للحراشة ديالي يجوني مقاعدين و كنسا ندير بدك المعالقة هاك باش بيبقوش يبقوش البصمة للأصابيع ديالي يبقى متراسين الأصابيع فكنا ندير نقادهم بهذه المعالقة و كنا نشوف البلايس اللي ما بانش اللي خاصة نزيد فيه وفوق منه سميدة راني ترشهم غادي نضيف واحدة أخرى فلا كانت عندكم المقلة كبيرة ضغياء غادي تسالي و هذه الكمية التي عندكم ضغياء غادي تطيبوهم أنا عندي المقيلة صغيرة يعني كتزلي غير ربعة الحرشاز و بالنسبة للعدد للحريشات اللي جوني راجعتني 12 قطعة من الحريشات الصغار يعني أنا كنفضل نديرهم صغار لأنه يدير وحدة كبيرة يعني واحد يهز وحدة دياله و تجو سهلين فبالنسبة للمقلرة غادي داردة يعني ما سخنتهاش و كنشكر الناس بزاف اللي تسول علي تقول لي ليش عطلت علينا الفيديوهات فأنا كنشكرهم بزاف و كنا نتمنى أن لك تفرش في هذا الفيديوه أنه يتvisلي مع الأحباب و الأصدقاء و الإخوان دياله و كذلك اللي لم يشاركش عندي في القناة فكنا نتمنى أنه ينضم القناة ديالي بجدد تكبر اشكركم و مرحبا بكم كما تلاحظوا تبدل لون الحراشات الملفوق و تشوفوا من جناب انه مراد جمعات عشك نقلبها و ندور فيهم بشتة تتحمر كاملة كما اشتراني طيبت 1 ربعة و دبعا مسحت المقلة اللي دارو و تمسحها متخليوهاش فيها هذه السميدة لانه ستلسق لكم في الحراشات اللي كتحطوهم جدا كنعود ندهنها بقليل من الزيت و كنحط الحراشات ديالي طيبو و مع التحريك دائما باش تجيكم حمرة كاملة من الجناب كاملين يعني تحمر كاملة من الجناب كاملين انا غادي مدى نقلب و نشوف اللي بقي خاصة الحمرة غادي نخليها واللي تحمرت الياراني غادي نحيدها يعني كي يجيوا ساهلين و شوفوا اللون يعني هذا اللون اللي يعطي القشور دي العفون البرتقال و عذا بش الماضاق ننقوش لكم عليه يعني رائع نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وهي واجدة عندي نتناولوها مع اي حاجة بغينها يعني مع الفرماج او مع العسل نحضروها للقوتي ديالنا والفطور نعطيوها الوليدات في القوتي و شكرا لكم بزاف على المتابعة و الى فيديو قادم جاء الله استودعكم في امان الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة